أعاد أعلان الأمن الإيراني اعتقال الناشطة السياسية المعارضة المقيم في الولايات المتحدة جمشيد شارمهد إلى الأذهان الأساليب التي تنتهجها إيران ضد النشطاء وصحفيين اللاجئين للخارج إذ لم يخفي النظام تفاصيل بعض عملياته خارج حدود إيران بالطبع وجمشيد شارمهد آخر من اختطف من الخارج إذ ذكرت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان مطلع الشهر الحالي ذكرت أنها اعتقلته في إطار عملية معقدة وهو الوصف الذي أطلقته على عمليات مشابهة في الخارج لنسترجع سويا بعض هذه العمليات والتي عددتها في تقرير لإنديبندد العربية مشاهدينا بعض هذه العمليات موجودة إذ يتهم جهاز المخابرات الإيراني بارتكاب عمليات قتل واختطاف متعددة في الخارج سنبدأ بآخر عملية اعتقال تم الإعلان عنها وهي لجمشيد شارمهد زعيم مجموعة توندار مقرها الولايات المتحدة اتهمته طهران بالإرهاب والتخطيط لشني هجمات داخل البلاد داخل إيران التلفزيون الإيراني أعلن أنه اعتقل في أعقاب عملية معقدة اعتقل هذا الشخص وهو الآن في قبضة قوات الأمن تضاربت المعلومات حول اعتقاله فبينما صدرت معلومات عن اعتقاله أثناء زيارته لطاجكستان لكن وزير المخابرات الإيراني أكد أنه سلم إلى المخابرات داخل الأراضي الإيرانية كذلك الصحفي الذي أعدمته سلطة الإيرانية وهو معارض روح الله زم ولده رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم أصبح المسؤول المغضوب عليه بسبب نشاط نجله بعد اعتقاله وثم إطلاق سراحه إثر احتجاجات 2009 انشق عن النظام وهرب إلى فرنسا حيث طلب اللجوء السياسي إليها من هناك ثابر على نشاطه الإعلامي لا سيما عبر قناته على تيليجرام أمد نيوز والتي تعتبرها السلطات الإيرانية بأنها لعبت دورا أساسيا في احتجاجات عام 2017 زوجة الصحفي زم قالت أن زوجها سافر من فاريس إلى بغداد لتنقطع الأخبار بعد ذلك ويظهر أنه تم إلقاء القبض عليه عبد المالك ريغي رأس مجموعة جند الله وتبنى عملية مسلحة ضد أهداف للنظام الإيراني تقول الرواية الرسمية الإيرانية أنه كان متجها من دبي إلى قرغيزستان عند اعتقاله وأرغمت إيران الطائرة التي كانت تقله على الهبوط لكن خارجية قرغيزستان وصفت الرواية بغير الحقيقية محمد علي عموري من قيادة الحركة الطلابية الأهوازية وبعد مضايقات عدة هرب إلى العراق عام 2007 لكنه اعتقل هناك وسلم إلى الأمن الإيراني ونفذ به حكم العدام عام 2014 فتح الله منو شهري كان يقيم في لندن نعدد هذه الأسماء ضمن الداخل الإيراني اعتقل قبل اختفاء عام 2007 في تركيا هو مؤسس لمجموعة معارضة أطلقت على نفسها المجموعة الملكية الإيرانية تعمل لإقامة نظام ملكي في إيران علي أكبر قرباتي اختطفاء الناشط السياسي المقرب من منظمة مجاهدي خلق علي أكبر قرباتي في تركيا عام 1992